ازاي تاخد كل الكورسات اللي على لنده مجانا والشهادة تطلع باسمك ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده السلام عليكم اهلا بيك انا احمد السيسي مؤسس نادي القراءة العملية وفي الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع ناس كتيرة جدا بتسأل عنه وهو ازاي اعمل حساب مدفوع على موقع لنده بشكل مجاني عشان اخد كل الكورسات ببلاش وزي ما اتكلمنا قبل كده ان موقع لنده هو واحد من اغلى واحسن المواقع اللي موجودة اغلى من ناحية الاشتراك لان الكورسات فيه قيمة وغالية جدا والمحتوى كمان جميل جدا وشغال بنظام learning path يعني المسارات التعليمية زي ما اتوب هنا انها بياخدك من السفر لحد ما تكون شاطر في المجال او المهارة اللي انت اخترتها بس فيه مشكلة بتقابل الناس ان لنده عشان تاخد الكورسات بتدفع فلوس او انك تعمل حاجة اسمها عضوية في مكتبات بره وبيبدأ وتقدر تاخد من خلالها كل الكورسات على موقع لنده مجانا وهقول لكم الطريقة في الفيديو ده كل عليك بس تطبق الطريقة دي زي ما انا ما هعملها بالظبط ده اول موقع احنا نستخدم ثلاث مواقع النهاردة عشان نعمل الطريقة دي الموقع الاول هو الموقع ده اسمه free library هنخش عليه وهندوس على كلمة location بعد كده هندخل على اول مكتبة دي هندوس عليها وهيتفتح لنا كل المعلومات عنها اللي هنحتاجها ان شاء الله واحنا بنمنا الاستمارة لما هيجي عليها هتلاقي فوق كده كلمة get library card هتيجي فتاحها في new tab وتختار هنا انت عايز تاخد الكارت او تعمل عضوية دي online هتيجي دايس online تختار دي ركز جدا وهنا هنعلم ان احنا اكبر من 13 سنة وندوس next هنا بقى الصفحة المهمة جدا اللي احنا هنملى فيها البيانات بتاعتنا عشان ناخد العضوية هنيجي هنا للموقع ده وهنبدأ نطلع البيانات اللي احنا عايزينها هنا بس هنغير في الحتة دي يعني لو انت وانت هتختاري في mail ولو انت هتختار ميل وبعد كده هتدوس generate فهيطلع لك كل البيانات دي فهتيجي واخد بقى الاسم الاول نرجع تاني صفحة الانفو اللي احنا بنملى عليها هنا اهو first name هندوس هنا ركزوا بس احنا هنملى البيانات اللي احنا جنبها نجمة حمرة يعني ال middle name ده مش مهم يعني هنا مش لازم مدمش جنبه المحامرة هم نزار الخطوات دي بالزبط تاريخ الميلاد هننزل تحت كده مكتوب ان هو شهر 12 اه عشرين اتناشر خمسة وتمانين هنيجي هنا جايين خلي بالكم ان هو بيبدأ بالشهر يبقى اتناشر عشرين خمسة وتمانين رقم موبايله هنلاقيه هنا برده اهو هنليجي وادينه كده copy paste الجندر ميل الايميل ادرس هنروح بعد الموقع الثالث وهنا هناخد الميل الاولاني اللي فوق او ممكن برده تدوس كلمة change وتحط اسم الراجل الديه الاولاني هنا في الحتة بتاعت login وتدوس save فهيطلع لك الايميل باسمه فوق مش هتفرق دي او دي الاتنين بين فوق فهتيجي هنا على الميل وهتحطه هنا وهنا هنا بقى البنت احفز اه تكتب اي اربع اركم بس المهم متحفزهم ولياكم مسلا اربع وحايل اربع تصفار مهم متحفزهم عشان هنحتاجهم بعد كده هنا بقى بيانات المكتبة اللي احنا بنعمل عليها الكورده هنرجع تاني للصفحة دي وانيجي واهدين العنوان من هنا هناخد اول سطر نحطه هنا بعد كده ال city مكتوبة هنا هي نيجي واهدينها لوحدها وهنجي واهدين نفس الكلمة دي ونروح على جوجل ونكتب zip code عشان نجيب zip code بتاعها هنطلع علينا ارقام كتير اختار اي رقم منهم مثلا ناخد اول واحد ده اللي هو 19019 نيجي هما 19019 واللستاتس برضو هتلاقيها تحت بحرف البي هو اي دي وكده انت تمام خلاص كده دي اخر خطوة وهتدوس next بعدها هيتلعلك رقم العضوية كده خلاص كده العضوية قبل اتعوز زي ما انت شايف كده الصفحة فتحت خلاص هنزل تحت يعني الصفحة بتبقى كده من فوق هتنزل تحت كمان كمان بعد كده وابصوا الكارت حتى بيتحرق ده الرقم وهتيجي واخد ابصوا زي ما انت شايفين كده لها وشين يعني دي انها زي الحقيقة بالضبط هتيجي واخد الرقم ده زي ما اتفقنا قابل بس اللي هو بقى ورا الكارت وانيجي رايحين لموقع لندا عشان نسجل العضوية بتاعتنا واقولوك ازاي تسجلوها انا كده خلاص عملنا كل الخطوات الصعبة خلاص خلصت كده احنا باقي بس الحاجات السهلة عند الانت بقى حاجة جداي جاي بصين ومش هدوس هنا اي حاجة هاختار بس ايه اللي هي اللي تحت دي وبعد كده هاجي واخد اسم المكتبة هنيجي راجعين تاني للمقالة هنا انا شرح برضو كل الخطوات دي في مقالة على موقع عندي القراءة فنيجي نزلين هنا تحت خالص ودي هنا الاسم اهو يغادله كده قبي اللي كتبين هنا تمام خلاص ممكن برضو ناخده من هنا اضمن عشان هو احيانا السيستم بيعلق كده اشتغل تمام مفيش اي مشكلة هنا بقى اهم حاجة فاكريني اربع ارقام ان احنا انا قلناهم من فترة اللي هم الاربع ارقام التلاج احفظهم انا كنت عامل اربعة اصفار هكتبهم هنا وهنا بيقول لك طيب الرقم العضوية كام هنيجي راجعين للصفحة دي اللي هي فيها الرقم نيجي طالعين فوق الرقم وراهو نسكده على الكارت هيفتح لنا زي انت شايف هايجي واخده هنا لوجين كده تمام انا بقيت عندي حساب مدفوع على موقع ايودين البلاد هايش ما اغير بس الاسم بقى هنا الاسم اللي انا عايزو يطلع به الشهادة اسمك انت عادي جدا اللي انت حابب الشهادة تطلع به هادين اهو تمام والايميل بتاعك عادي جدا اللي انت حابب الحاجة تجيلك عليه او ايميل الراجل اللي احنا اخدناه من الموقع ده هايش اي مشكلة اللي اتنين شغالين واتدوس سيف قعد كده خلاص اهو كل حاجة بقت معايا اقدر اخش على اي درس على اي كورسة انا عايزو وخلاص ابدأ التعلم ومجرد ما بخلص الكورسات باخد الشهادة باسمي اللي انا كتبته وكده بقى عندك حساب مجاني على موقع لندا تقدر تاخد به كل الكورسات بشكل مجاني تماما وكده مش هيكون ناقص غير بس ان انت تبدأ تتعلم كده ماليكش اي حجة معاك الكورسات معاك الشهادة تطلع باسمك عشان الناس اللي بتحب الشهادات وهتتعلم من احسن واحد من احسن مواقع الكورسات الاولاين ببلاش تماما مش ناقص بغير نيتك ودعوة حلوة منك ان شاء الله واتمنى ان انت تكمل في رحلة تطوير نفسك ولو عندك اي سؤال عن الكورسات الاولاين او التعلم الذات يسيبه في تعليق تحت الفيديو وهرد عليك ان شاء الله وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك السلام عليكم